لكن عاوز اتوقف معاك عند حاجة مهمة جدا وهو الهجوم الكاسح الذي شنه الكابتن حلمو طولان القيمة الفنية العظيمة الذي يحظى باحترام وتقدير جماهير الزمالك بحكم انه هو احد ابناء نادي الزمالك وجماهير الاهلي بحكم انه هو راجل محترم وعمره ما غيرت في اي حد وبيمتاز بالرقي والتحاد كابتن حلمو طولان كان في حوار في الازاعة مع ازمننا محمد الليسي وقال انه مفيش مدرب في مصر يسلح لتدريب المنتخب الوطن شهادة قصية جدا 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 يعني صعب ان يبقى في حد في مصر انا ارى ان فيه كفاءات في مصر وجنه اختلف مع الكابتن حلمو طولان لكنه قامة فنية عظيمة يعني يعني فيه ناس كثيرة في مصر ممكن انها تتولى المنتخب لان الاجانب اللي جنة كانوا فرز تاني فرز تالت ما كانش عندهم لا الروح ولا الحماس ولا الاصرار ولا الخوف على سمعة مصر